يونج جاري مكافحاً محارباً تحل في الصمود ولن يكون بعد السقوط إلى النهود بدت أمل بدت غارقاً في المشكلات دوماً أفشل ومانلت من المحاولات دخلت الظلم وضيعت طريق الخروج صعدت للعلاوة للهبوطين الضروش حتى سائمت من هذه الحياة قائلة الحزن دائم عن طريق الموت سائلة حتى رأيت خيلاً من العدم ظهر حبت لي وهلت ثم قلت موتي حضر بعد الفشل نجاح بعد النجاح السرهور وبعد تحقيق الحلم اطمع لتحقيق المور مكافحاً محارباً تحل في الصمود ولن يكون بعد السقوط إلى النهود بعد الفشل نجاح بعد النجاح السرهور وبعد تحقيق الحلم اطمع لتحقيق المور مكافحاً محارباً تحل في الصمود ولن يكون بعد السقوط إلى النهود قال للخيان اسمع لدعي للقنوط من رحمة الله فإنه خير ودود حاول دوما حتى لو أخفقت في الوصول كما الصياد لا يفلحه دوما في الحصول إذا سقط تقف حتى تصل إلى المراد المهم أن تنال لا يهمك الأعداد إذا سقط تقف لا تكترت للجروح سل إلى مرادك مع الوقت سوف تزوح لا تخشى الهموم حاربها لها السادر حاربها لها السادر بإذن الله استنددر هيا قل معي سأبلغ تلك الجبال بإذن الله لم تعد تبدو لي يا محال بعد الفشل نجاح وبدأ النجاح السرهور وبعد تحقيق الحنب اطمع لتحقيق المر مكافحة المحاربا تحلى بالصمود ولن يكون بعد السقوط إلى النوت بعد الفشل نجاح وبدأ النجاح السرهور وبعد تحقيق الحنب اطمع لتحقيق المر مكافحة المحاربا تحلى بالصمود ولن يكون بعد السقوط إلى النهود هل لديك حلم تريد تحقيقه؟ هل حققته؟ هل تحس من داخلك أن قدراتك المحدودة أكبرك تنين جدا من نتائجك؟ اسمع كنت جور النمبر وان وكنت جور النمبر وان خليك النمبر وان وكنت جور النمبر وان وكافحا محاربا تحلى بالصمود ولن يكون بعد السقوط إلى النهود بعد الفشل نجاح بعد النجاح يصرهور وبعد تحقيق حلم اتمح لتحقيق المور مكافحا محاربا تحلى بالصمود ولن يكون بعد السقوط إلى النهود إن شاء الله بربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر